السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورا سبورت أهلا وسهلا بيكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة أكيدا نتكلم فيها عن الناد الأهلي ونرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات المغرضة لكن في البداية حابين نعرفكم أن الفيديو ده موجه للأهلوية فقط عشان كده لو أنت أهلوي قلبك جامد حديد في حديد يلا أضرب لايك الشديد خلينا نوصل لأكبر عدد من مشاهدين ومتابعين ونخش على طول في أولى فقراتنا الحق دائما ما شاهد به الأعداء والمنافسين لما تطلع شهادة الحق في حق واحد من أهم أساطير ورموز الناد الأهلي عبر التاريخ وهو كابتن محمود الخطيب لما تطلع الشهادة دي من واحد من الإعلاميين اللي كانوا موجودين في قناة الزمالك في وقت سابق وكان بيسمع بآذانه وبيشوف بعنيه إهانات موجهة أو تجاوزات موجهة في حق كابتن محمود الخطيب وما كانش بيرد عليها أو كان بيغض الطرف عنها لأنه ما يقدرش يرد على المتحدث أو المتجاوز في حق الخطيب لما يطلع النهاردة أحمد جمال في القناة اللي بيعمل فيها والبرنامج بتاعه ويقول إن الكابتن محمود الخطيب راجل إداري راجل فاهم راجل أدارجي ممتاز لما يقول للعيبة إن لسه الحسم بتاع الترجي ولسه بدري على البطولة ولسه فيه مطش في القاهرة ولسه ولسه ده بيدل إن إحنا قدام قيمة وقامة ورئيس نادي فاهم مش لسان وبس ده حاجة بسيطة في حق كابتن محمود الخطيب لكن حبيت أبدأ بيها علشان لما نيجي نتكلم عن الخطيب إزا مالكاوي يقولك ما أنت بتتكلم عن الخطيب عشان أنت أهلاوي لكن لما يطلع واحد من ضمن الإعلاميين اللي كانوا بيسمعوا تجاوزات في حق الخطيب وما بيردوش ما كانش بيرد لأن التجاوزات ديت حقيقة لا ما كانش بيرد خوفا على مكانه أو الشغل بتاعه وأكل العيش بس نما النهاردة الراجل بيشهد كلمة حق في حق كابتن محمود الخطيب تعال نروح لبلاص الشريف بلاص الشريف حرام الأسر بلاص الشريف كعدته زي أغلب جماهير النادي الأبيض اللي لما بيخرج من أفرقيا بيلجأ لي الفريق الثاني بالنسباله وهو فريق بيرامتز بلاص الشريف شايف إن في مؤامرة من النادي الأهلي على نادي بيرامتز لا مش عز مالك المراد لا المراد المؤامرة على نادي بيرامتز ليه بلاص؟ قالك الأهلي عمل مؤامرة على نادي بيرامتز عشان ما يتأهلوش لنهائي الكنفدرالية الأفريقية عشان ما يلعبوش الأهلي في النهائي طبعا البلاص ده واحد من الامثلة الكتير اللي ممكن تستخدمها لما ييجي نادي او جماهير النادي الابيض تقولك انتو جماهير البيب بيب اه احنا جماهير البيب بيب جماهير الصفوة واللي من ضمنها بلاص الشريف حرام الاثار النهاردة بيقولك الاهل خايف من بيرامدز عشان ما يلعبوش في النهائي في حين ان دي بطولة وده بطولة ده حمادة وده حمادة تاني خالص ولكن زي ما بقولك الفلوس تعمل من مش عارف ايه جموس هو كده واحد معلش ما احترام الكامل ما ينفعش ما ينفعش يخش كتاب مش هقولك يخش قناة تليفزيونية ويبقى اعلامي ويقدم برنامج لا ده ما ينفعش يخش كتاب اصلا ومع هذا بتلاقيه معموله برنامج او هو عمل بفلوس الاثار اللي بيباعها برنامج وبيطلع يتكلم ويقولك الاهل عامل مؤامرة على نادي بيرامدز طيب تعالا نروح لواحد اخر قبل ما نرد او نتكلم عن تصريحات عمر الدرديري واولى تصريحات وتعليقات الدرديري بعد الفيديو المصرب في كلب عاوس الاخ محمد صديق محمد صديق لاعب الزمالك السابق واللي انتقل في يوم من الايام للنادي الاهلي نهاردة محمد صديق بيقولك انا ندمان ندم شديد ان انا انتقلت للنادي الاهلي عزيز المشاهد الاهلاو المحترم احب اقولك ان فيه نوعية من اللعيبة اللي بتنتقل من الزمالك للاهلي او العكس النوعية دي اتنين نوعية بتطلع تتباهى وتفتخر بانتقالها وشرف الانتقالها للنادي الاهلي بما يمثله انتقال النادي الاهلي ده بين بطولات وانجازات وارقام والكلام ده كله ما كانش يقدر لو فضل عشرين سنة في المكان اللي هو كان موجود فيه ما كانش هيحقق نص البطولات ده ده واحد ابن حلال الجزء ده النوعية دي ولاد الحلال النوعية التانية عشان يقدر يكتسب حب جماهير نادي الزمالك ويرجع في احضان جماهير نادي الزمالك الطيبة اللي بيدحك عليها باي كلمة او بيطراضه بلاش كلمة بيدحك بيطراضه باقل كلمة فيطلع يقولك والله انا اكتر غلطة عملتها في حياتي ان انا رحت العبت للنادي الاهلي هم التصريح ده بعد يومين تلاتة هتلاقي الشخص ده طالع في قناة الزمالك ومش بعيد لو عملوله عقد في قناة نادي الزمالك ليه لانه قال اللي الجمهور عايز يسمعه انه ندمان اشد الندم ويتمنى ان اليوم ده ما كانش ييجي انه يروح للنادي الاهلي طيب طبعا انا مش هرد على صديق لكن انا هقولك بس يا صديق يعني انت ليك الشرف انك في يوم من الايام ارتديت شرط النادي الاهلي انت ليك الشرف ان لو لا النادي الاهلي ولولا وجودك في النادي الاهلي اعتقد انك ما كنتش هتعرف يعني ايه حاجة اسمها كاس العالم للاندية ما كنتش هتعرف يعني ايه حاجة اسمها دوري ابطال افريق ما كنتش هتعرف الحاجات دي لكن وجودك في الاهلي او شرف انضمامك للنادي الاهلي شرف بالنسبالك رضيت ام ابيت ده شرف غصب عنك انك تروح كاس العالم وتمثل النادي الاهلي انك لولا الاهلي ما كنتش انت شفت كاس العالم ده ولا سمعت عنه حتى كان اخرج تقعد على قهوة تاخد كبات شاي وتتفرج او تجيب لك رصيف اربع الفين جنيه وتقعد تتفرج في البيت انما الاهلي اداك الشرف انك تتواجد في كاس العالم للاندين طيب تعال نروح لتصريحات السيد عمر الدرديري بعد التسجيل المصرب له في كلاب هاوس اللي فضح رموز كتير واكاذيب كتير عشنا عليها قرون من الزمن السيد عمر الدرديري بعد ما طيل عمبارح في التسجيل المصرب والله اعتقد اغلبكم سمعتوه انه الزمالك ما بيتظلمش يا جماعة الزمالك بياخد حقه واكتر من حقه واذا كنا احنا بنعيش البعض ان احنا مظلومين وبنعيش في دور المظلومية دي احنا مش مظلومين ولا حاجة لكن احنا بنعيش نفسنا في الدور ده عشان ناخد اكتر من حقنا مش ناخد حقنا بس لأ عشان ناخد اكتر من حقنا انا كنت اتوقع ان استاذ عمر الدرديري لما يطلع يرد او يطلع يعلق وخصوصا ان هناك بعض الانباء بيتم تداولها الان انه قد يتم اقالة وتوجيه الشكر لعمر الدرديري بعد التسريب الصوتي اللي كانت في كلاب عمز كنت اعتقد ان عمر الدرديري لديه من الزكاء ان يطلع يقول والله يا جماعة السود ده مش بتاعي السود ده مفابرك ده تركيبة وعملينها في برنامج زي برنامج اللي كان قال عليه رئيس نادي الزمالك قبل كده قالك بيركبولي برامج وبتاعه كنت اتمنى او كنت اعتقد انه يطلع يقول كده لكن لان عمر الدرديري رجل شجاع رجل صادق قالك ايه قالك التصريحات بتاعتي اتحرفت حرفوها ولاد اللذينة المواقع حرفت التصريحات بتاعة عمر الدرديري قالك الزمالك مظلوم دائما ده كتب على صفحته كده قالك الزمالك مظلوم دائما وانا ادفع عن ظلمه دائما ابدا وانصح المشتاقين له انه لن تحدث الوقيعة باني وبين جماهير الزمالك وتاني اللجنة اللي بتدير حاليا بتقف بكل قوة ضد الظلم ولن يظلم الزمالك مرة اخرى يعني كان بتظلم قبل كده يعني نحاول نجمل الصوت صوت عمر الدرديري تصرحتك ثابتة بالصوت وصوتك ودرجة صوتك ونبرت صوتك وانت ما تقدرش تنكر ده الفيديو المصرب او التسريب الصوت اللي منتشر مدته 45 ثانية مفيش فيها لعب احنا ناس بقى بتوع منتاج وفاهمين في الحاجات دي 45 ثانية جايين كلهم كاملين مش قاطع حتة وقاصص حتة وملزق في حتة لا كلهم كاملين فما تجيش تقول لنهارده ان الموضوع مكتزق او الموضوع محرف او الموضوع مش عارف ايه انت راجل طيب وراجل اللي في قلبك على لسانك ووقعت وما يقع الا الشاطر قول كده قول انا وقعت يا جماعة وما يقعش الا الشاطر انما تطلع تقولي التصريحات اتحرفت والتصريحات اكتزقت وتقصت المشكلة والمصيبة السودة ان بعض جماهير نادي الزمالك تلعوا يردوا على الموضوع ويقولك فاعلا يا استاذ عمر احنا عارفين ان الموضوع محرف وان الموضوع مكتزق انا واثق تماما ان 99% من جماهير الزمالك هتطلع تقول ان التصريح ده محرف ومكتزق عارف ليه لان التصريح ده فضح كل الاكاذيب والمؤامرات ونظرية المؤامرة اللي كانوا معايشين نفسهم فيها وبيحاولوا ياخدوا مكاسب من الكل تحقيقا لمبدأ نظرية المؤامرة نظرية المؤامرة ونظرية ان الدولة يا عفيفي عايزة تنيم الشعب مبسوط عفيفي برضو كان بيعايش الناس في دور ان يا جماعة الزمالك لو خسر النهاردة مش مشكلة الزمالك مخسرش عشان وحش لأ الزمالك بيخسر علشان الدولة عايزة الجزء الاكبر من الشعب ينم بسوط فعشان كده الزمالك خسر الزمالك ما تحسبش ليه درب الجزاء النهاردة عشان الجزء بتاع الدولة او جزء الشعب عايز ينم بسوط فالزمالك هو يقول لك ايه استاذ عمر كلنا عارفين ووثقين ومتأكدين وفاهمين ان الكلام دوت محرف ومن غير ما حضرتك تتعب نفسك ولا ترد ولا تتعب نفسك الاعلام والصحافة كلهم لون احمر واحنا بنتمنى حضرتك تشكي المواقع دي عشان الجراءة في الكتب انا اتمنى من استاذ عمر الدرديري انه يطلع ويشتك المواقع ويقول ان التصريحات دي محرفة لان اللي سجل سجل اللي بتاع كله اللي سجل سجل اللي بتاع كلها الحلقة كلها بتاع عمر الدرديري مع الكلاب هاوس فعمر الدرديري قالك ده هم ناس من موقع الاهلي 1907 هم اللي سجلولي وهم اللي عملوا كده وانا عارفهم ومش عارف ايه طيب ناشي تعال نروح ليه موضوع اخر بالنسبة ليه ناديا الزمالك كابتن طارق يحيا قالك الزمالك قطته جمل كابتن طارق يحيا الجملة دي اللي كان قالها المهندس عدل القيعي ولكن طارق يحيا ما عندهش جديد يقدمه فقالك قطة الزمالك جمل ليه يا فندم ليه قطة الزمالك جمل قالك لما بتحصل اي حاجة الدنيا بتولع علينا اتمنى ان نعمل في صمت وهدوء استاذ طارق يحيا محترم الجميل انت في تسريب صوتي لواحد مش هقولك مشجع ولا هقولك رمز صابق ده متحدث رسمي باسم النادي بيقولك احنا بنعمل نفسينا عايشين في دور المظلومية وان احنا علينا مؤامرات عشان ناخد اكتر من حقنا احنا واخدين حقنا او كده منينا بس احنا عايزين ناخد اكتر من حقنا فعشان كده بنطلع مقول كده هي فين اللي نقطة بقى الجمل ده انتو اللي عندكو مزرعة الجمال بتبقى فار مزرعة الجمال بتبقى فار مش قطة تبقى جمل طيب تعالا نروح ليه كابتن مجدي عبدالغاني بس قبل ما اتكلم عن مجدي عبدالغاني قبل ما اتكلم عن مجدي عبدالغاني في واحد اسمه كريم في القناة النقلة للدورة طلع قالك ايه قالك يا جماعة الكلام اللي قاله عمر الدرديني مفوش اي حاجة الدين الزماني ولا تدين عمر الدرديني ولا اي حاجة كلام طبيعي جدا وعادي جدا كريم ده اللي كان طلع من شهر او شهرين يقولك ايه هو كهرباء عمل ايه للنادي الاعلي عشان الاعلي متمسك بيه اوي كده طب ما تطلع يا كريم يا دلدول اطلع اتكلم على التسريب الصوتي اللي فضح الناس اللي فضح الدنيا لا انا هطلع اقولي الكلام ده عادي لكن لما ييجي كهرباء يتكلم او اي مشكلة في النادي الاعلي ساعتها القطة تبقى جمعا تعالا نروح ليه وبعدين صح كل المواقع نقلت الموضوع بتاع عمر الدرديني الا موقع واحد عارفين من هو الموقع ده فاكرين الموقع المزيف المدلس اللي طلع تصريحات لسيد عبد الحفيز مفابركة او محرفة وتلع قالك سيد عبد الحفيز بيتكلم مع جهات جريشا وجهات جريشا مش عارف ايه وطلع اعتذار بعد كده لسيد عبد الحفيز هذا الموقع لم يتحدث من قريب او من بعيد عن خبر عمر الدرديني كل مواقع مصر اتكلمت عن موضوع عمر الدرديني الا الموقع ده الا الموقع ده ليه اسألوا نفسكم هتعرفوا ان اللي بيدروزة ملكوية وان اللي بيصرف عاليزة ملكاوي عشان كده سوكمون بوكمون مش عايز ان نفضح تعالا نروح لكابتن مجدي عبد الغني كابتن مجدي عبد الغني شكله شايل من نادي بيرامدز شايل منهم كتير مجد عبد الغني لأول مرة في تاريخه بيهاجم نادي بيرامدز قالك ايه؟ قالك بيرامدز عنده مشاكل عديدة وكتيرة على مستوى الادارة بالاضافة للازمات اللي داخل الفريق الاول وضعف المدير الفني قال ان بيرامدز انفق ما يقرب نص مليار جنيه الموسم ده وما فيش اي حاجة وترتيبه التاسع في الطلط الدوري وده مركز لا يليق ولا يتناسب مع حجم الانفاق قال ان عقد اروى برينا بياخد اكتر من 200 الف دولار في الشهر يعني بياخد 3 مليون جنيه في الشهر في الشهر يعني معدل 100 الف جنيه في اليوم تخيل انت مرتب اروى برينا 100 الف جنيه في اليوم والنتيجة صفر صفر وصفر كبير بكحكة كده قال مجدى عبدالغني ان كان لابد من رحيل الاخ اروى برينا وازاي واحد زي عمر باسيوني يبقى مدير التعاقدات هو مجرد وكيل لاعبين وازمة عبدالله البكر والمهدي سليمان اشتكوا من بيرامدز ان هم خصموا منهم مبالغ مالية كبيرة لا تتساوى مع الجرم اللي هم عملوه او الزنب او المشكلة او الازمة اللي هم عملوه طيب تعالا نروح ليه الكابتن خالد الغندور دفنا الدق خالد الغندور اللي بيعلن ان نادي الزمالك توصل لاتفاق مع بديل فرجاني ساسي وفي نفس الوقت بيقولك الزمالك منتظر عودة فرجاني ولو عايز يجدد احنا جاهزين نجدد هو بس السؤال للكابتن خالد الغندور جه بزء الاعلام في مصر في ايه حضرتك تعاقدت واتفقت مع بديل ساسي وفي ايه انك ساسي لو رجع احنا جاهزين للتعاقد اذا في جزء من الاتنين في كده او في اشتغاله بلاش كده اللي اشتغاله ان انت بتقول انا اتعقدت او اتفقت مع بديل ساسي لا ده ما حصلش الزمالك لم يتطفق مع بديل ساسي اه في لعيبة مرشحة ولكن لسه لحد اللحظه ما اتفقش مع بديل ساسي والمؤكد ايضا ان ساسي خلاص مش راجع الزمالك تاني والله لو مسكت طبلة برق وقعدت تطبله مش هيرجع خلاص خلاص الراجل مش راجع تاني لان في شرط جزائي بينه وبين النادي القطري اللي وقع ليه قالك عيب اول لما ساسي يوقع للدحيل وبعدين المدرب يقول مش عاوزك انت رايح الدور القطري مش الدور الانجليزي اتمنى يكون فيه شفافية من ساسي ووكيله واتمنى يستمر مع الزمالك لو حاد وانا بس عايز اقول سؤال للكل هل تتذكر عبدالله السعيد لما عبدالله السعيد وقع للزمالك ورجع وقع لتجديد النادي الاهلي ولما عرف مسئولي النادي الاهلي بالرغم انه جدد بالرغم انه جدد للاهلي وقال لك خلاص والمستجار تورك قال الشيخ وقعد كابتن محمود الخطيب انه هينهي موضوع العقد بتاعه مع الزمالك وهيخلص هو مع مرتضى منصور وتدخل لحسم الامر لعدم ازاء عبدالله السعيد تلع النادي الاهلي في نفس الليل قال ايه عرض عبدالله السعيد للبيع والاعارة ليه للبيع والاعارة مش هو جدد خلاص والرجل راجع الندمان قال لك اه بس احنا الاهلي احنا ناس عندنا كرامة الكرامة دي ده في ناس كتير متعرفهاش على فكرة في ناس كتير متعرفش يعني ايه كرامة في نادي كبير عندهم لاعب بقاله اربع خمس ست شهور ميسففهم التراب ومع هذا بيطلع كل يوم والتاني على القنوات نقص يلحسوا الجزمة عشان اللاعب ده يرجع عشان اللاعب ده يرجع لكن النادي الاهلي اللاعب رجع وابدى ندمه وقال لك انا اسف وبعتذر ولو عايزين اطلع اعمل اعتذار اطلع وجدد عقده النادي الاهلي بعدها بساعات عرض عبدالله السعيد للبيع او الاعارة مش عايزينه على الرغم ان عبدالله السعيد وقتها كان افضل لاعب في مصر ومع هذا بتقول لي شكرا باي باي مش محتاج لك انا النادي الاهلي الاهلي فوق الجميع شاء من شاء وابا من ابا شكرا لكم